تفقد وزير الساحة خالد عبدالغفار ونظيره التركي عددا من المصابين والجرحة والأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفية المصرية كما تفقد الوزيران غرف الجرحة والمصابين الذين يخضعون للعلاج للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البرية وتفق الوزيران على إمكانية تعاون المشترك في تقديم رعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة هناك استنفار في هيئة الإسعاف وفي الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتوفير الحضانات اللازمة المتنقلة صعوبة هذا الموضوع هو انتقال الأطفال الذين نعلم عددهم أكثر من 35 طفل وهناك طبعا زيادة في العداد لأن هناك ولادات دائمة سواء بيعانون من نقص في الوزن أو الولادة قبل المعاد أو بعد عدم اكتمال الرئة يعني موجودين على أجهزة التنفذ الصناعي الصعوبة في نقلهم من مستشفى الشفاء إلى المعبر ولكن الجانب المصري مستعد بأكثر من 35 عربية إسعاف بها وحدات حضانات متنقلة حتى وصول أي طفل أين كان عددهم سيتم التعامل وهناك خطة موضوعة لنقل هؤلاء الأطفال إلى مستشفيات شمال سيناء أو إلى أيضا مستشفيات خاصة بمنطق القناة وبالتالي نحن على تواصل مستمر كل ما نتمناه أن نصل إلى مرحلة وجود الأطفال المبتسرين إلى المعبر وسوف يتم التعامل معهم فورا فإنه بعد الأحداث التي مرت منذ السابع من أكتوبر الماضي فإننا ومع زميلي السيد عبد الغفار نعمل بشدة وشكل وثيق ومتضامن على المستوى الشخصي أو الفني وما زلنا مستمرين في هذا التعاوى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة